احنا لا نبالغ ولا نقعر ولا نحذب ولا نهون ولا نخون احنا بنقول حقائق موجود فيه فعلا ازمة عالمية اقتصادية طاحنة اودت بمستقبل سلسلة من البنوك الامريكي وقلنا ان فيه اسعار منفلتة ادت الى اتضخم حاد في كل الاقتصادات العالمية قلنا انه سعر الفايدة الامريكي في بنوك امريكا كان صفر في المية تقريبا وصل لخمسة في المية معاني كثيرة لما يجري من مخاوف تضخمية مخاوف كساد مخاوف تضخم كساد تضخمي كل المشكلات الاقتصادية الشهيرة عالميا وتاريخيا احنا على ابواب ان احنا نشوف هذا الكلام والعالم في حالة حرب اقتصادية وازمة اقتصادية واحنا بنقول احنا مش خلقة احنا زينا زي العالم لكن احنا زيادة حبتين علشان ظروفنا كانت صعبة حبتين وحبتين زيادة احنا كنا لسه بنتحرك وبنجري وبنقول يا رب ومشين وبنحقق ما نريده في وقت قياسي لكن اول مطب كان كورونا باختصار شديد اقل شيء فيها انه سعر الفايدة في البنوك الامريكية 5% لم يكن يتخيل احد من هؤلاء الحالمين او العالمين انه سعر الفايدة في البنوك الامريكية يصل ل5% على الدولار معنى ذلك ان اي حد حائز لدولارات هيجي يستثمر عندك في اموال ساخنة ليه هيجي عندك في البورصة بتاعتك ليه هيجي عندك يا استثمر ليه اولا بيئة الاسمارية عندك مش مغرية بالشكل تخليه يضحي بسعر الفايدة 5% في البنوك الاوروبية والامريكية مستحيل ده خلق عبق عليك في التمويل انت عايز دولارات كنا بنجيب الفجوة التمولية عندنا من بره دولارات بتمويل بيئزون خزانة بقروض بغيره بكل شيء اموال ساخنة الاخره لما كل الدولارات اللي عندك تجري فحوالي اسبوعين تلاتة اطلع عشرين تلاتين مليار بره بيجري مش بيجري منك هو مش بيجري منك انت مش عامله كارسة لأ هو بيجري من كل الاقتصادات الناشئة سواء الاقتصاد المصري الاقتصاد التركي الاقتصاد ارجنتيني اقتصادات الناشئة جنوب فيك غيره كل الناس اللي عندهم اسمارات ساخنة هربت بسرعة مش منهم تاني بقول مش هربان مني من سوق ادائي لا هو هربان او بيجري على مكسب امن افضل مني في البنوك الامريكية بسعر فايدة وصل لخمسة في المئة دلوقتي لما ييجي يهرب انا بعمل ايه عندي كشفني عندي فجوة تمويلية دولارية كبيرة جدا هجيب منين عندي مصطر معروف من قناة سويس من تصدير مصرين في الخارج من سياحة من غيره معروفة يعني يعني محدودة مش قادر ازود دان بحاول اقلي الفاتورة الاستواءات بتاعتي عشان اوفر شوية عملة بحاول اعتمد على نفسي فيه زراعات فيه صناعات عشان اوفر عملة لكن في النهاية عندي عندي تحديات صعبة جدا مرغم ذلك عندي الحمد لله لم تنخفض تواجد اي سلعة لم ينخفض تواجد اي سلعة في اي وقت على مدار السنة في مصر عندي كل حاجة موجودة من 6-7 شهور موجودين امح ودرة ورز وشا كله موجود السعر بقى والانفلات السعر اللي وصل 30% في بعض الحاجات اللي هو التضخم ده نتيجة بقى انفلات في السوق سلوك ناس سلوك تجار ضعف رقابة في الاخر ده احنا بنقول الامور الحاجة موجودة كسراء عالي عالي ليه نتيجة كذا وكذا وكذا خلينا اقول لحضراتكم انه العالم كله بيعاني من هذه الازمة بيعاني من هذه الازمة ازمة ارتفاعات اسعار اوروبا قلنا فيها نقلنا الواقع في المحلات والمتاجر الغربية الاوروبية ونقلنا الظروف الموجودة في الدول الشبيهة لنا وبنقول يا جماعة مش بيقول لهم والله هنا احسن ناس بقول مش احنا لوحدنا بقول مش احنا لوحدنا لكن الحمد لله عندنا الحاجة متوفرة لكن الاسعار بتزيد او الاسعار كانت مفالتة الدولة بتحاول تعمل مصارات بديلة مصارات موازية زي الحاجات اللي بتقدمها افرع الخط المسلحة الداخلية وزارة التضمن الاجتماعي وزارة التموين وزارة الزراعة بتحاول تقدم من المحلية حاولوا يقدموا بعض المصارات اللي بتقلل الاسعار عشان تبقى متناول للناس خلينا اقول اجراءات الحمال الاجتماعية للدولة خليتها خلال فترة الماضية كانت إجراءاتها الأعنف هي الأهم وقلناها في حينها يعني الوضع الاقتصادي العالمي مرتبك في ضبابية في عدم استقرار وإحنا جزء من هذا علينا أن ننتبه ولا ننصاق مش عايز طبعا الناس فهمة كل حاجة مش بننصاق وراء اللي بيقولك إيه الحق ده فلس إيه الحق ده بيخرب إيه الحق غير صحيح وغير مقبول وعيب إن إحنا ندي ودن لهؤلاء شكرا